الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين أما بعد فمما أجرت به سنن الله سبحانه وتعالى المعاداة الحاصلة بين أهل الحق والباطل والله عز وجل قد أثبتها في كتابه فقال عز من قائل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَ لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وقال أيضا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فالله سبحانه وتعالى جعل العداء للرسل وللمصلحين سنة باقية حتى يمتحن هؤلاء الرسل ويمتحن كذلك أولئك المصلحين هل يثبتوا على صراط الله سبحانه وتعالى أم يفتنوا ألف لام ميم حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ هذه الفكرة الآثمة إنما أتت من قبل رأس الكفر وفرعون هذه الأمة أبو جهل لما احتاروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني كيف يوقفون دعوته فقالوا يسجن وقالوا يعني يطرد من مكة ثم جاءت هذه الفكرة الخبيثة بأن يقتل وأن يشترك في دمه صلى الله عليه وسلم جميع القبائل بأن يأخذ رجلا من كل قبيلة فيشترك في قتل النبي صلى الله عليه وسلم فيضيع دمه صلوات ربي وسلامه عليه بين القبائل فتعجز آل هاشم عن الثار للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سجل القرآن عليهم هذا الخزي والعار يقول الله سبحانه وتعالى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أي يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لكن الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا المكر الكبار فنام علي بن أبي طالب في فراشه وأعمى الله سبحانه وتعالى أبصار المشركين حتى خرج إلى المدينة مهاجرا مع رفيقه وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وحماه الله سبحانه وتعالى من كيد المشركين وفي ذلك يقول القائل وَإِذَا الْعِنَا يَلَاحَظَتْكَ عُيُونُهَا نَمْ فَالْمَخَاوِفُ كُلُّهُنَّ أَمَانُوا وأعظم درس واقعي يستفاد من هذه القصة العظيمة هو أن الله سبحانه وتعالى مظهر دينه لا محالة يقول الله عز وجل يريدون أن يطفئ نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون